موسيقى أخبروا الاقتصاد من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم بداية أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الجزائر الخميس على اختتام فعاليات أيام المقاولاتية التي انطلقت الثلاثاء على هامش الأسبوع العالمي لمقاولاتية الأعمال ووصل رئيس تبون صباح الخميس إلى المركز الدولي للمؤتمرات حيث التقى رواد الأعمال الاقتصاديين الجزائريين وعددا من حاملية المشاريع وأصحاب المؤسسات الناشئة الساعية إلى الانخراط في التحول الاقتصادي الذي ترافع من أجله الجزائر تسعى شركات جزائرية ناشئة للانخراط في التحول الاقتصادي الذي ترافع من أجله الحكومة الجزائرية ضمن توجه يستهدف دعم حاملية المشاريع وهو ما برز خلال أشغال الأيام المقاولة المنظمة من قبل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالعاصمة الجزائر في مشهد اقتصادي جديد يستهدف البحث عن آفاق استثمارية بعيدا عن التبعية للمحروقات تسعى شركات جزائرية ناشئة للانخراط في هذا التحول مساع قادتها خرج الجامعات والمعاهد الجزائرية سعيد واحد من آلاف الشباب الطموح وفي ظرف زمني وجيز يفتك عقودا مع أكبر شركة جزائرية مجموعة سوناتراك كانت الفرصة التي تجدها سوناتراك لكي نعطينا الارجيس الوكوميرس ونعطينا اللابل ونعطينا في المناقصة سوناتراك كانت شركة سوناتراك خاصة في المناقصة تحاقية ديدي سبيش الاسداختر في إطار سياسة دعم المحتوي المحلي منطرف الشركة سوناتراك نحن خرجنا تحصلنا على ثلاثة عقود عقدين مع شركة سوناتراك وعقد الثالثة على دخ المياه مع مجمع بين سوناتراك وشركات أجنبية أخرى على خطى سعيد إسلام هو الآخر حديث التخرج من الجامعة يطمح لتجسيد مصروع على أرض الواقع في ذل مزايا ودعم تقدم الحكومة الجزائرية لتشجيع حاملية المشاريع على سبيل الدخول الفعلي في التحول الاقتصادي الحاصل التي كان سواء من المؤسسة الجزائرية وللحظنا أيضا حدنات أدرار رئيسي نحن نريد أن ندخل في حاجة لنخرج إلى الحاجة التقليدية وهي الماستر السامل التي تخرج إلى أن تذهب في حاجة دولة حاجة تقليدية نحن نريد أن نقوم بعمل ونخدم الناس واحدة أخرى مننا إن شاء الله نقوم بعمل حاجة التي نخدم فيهم وتستهدف الجزائر إقرار عديد القوانين والتسهيلات لفائدة حاملي المشاريع على غرار الإعلان عن استحداث الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي مدعمة بمنصة المقاول الذاتي لتوفير مناخ مشجع لشباب المبتكر ولإثراء النقاش حول الموضوع أرحب بضيف الموحلة الاقتصادية دكتور هويري تيغرسي مرحبا بك أستاذ ربما التساول الأول حول أيام المقاولاتية وحرص الدولة الجزائرية على مرافقة المقاول وأصحاب المؤسسات الناشئة وبراءة الاختراع هل تقطع دولة الجزائر أو الجزائر خطوات موضوعية في مسألة دعم المؤسسات الناشئة ومرافقتها مع طموح لبلوغ مليون مؤسسة ناشئة في المستقبل طبعا أكيد لولا نبدأ من نقطة آخر نقطة طرحة طبعا الشاب هذا هو قضية المقاولة ذاتي لأنه لما نشوف الامتيازات اللي ممنوحة خاصة بالنسبة لهذه المؤسسات في قانون مالي ألفين وعشرين كان طبعا رسم بالنسبة للقانون خمسة بالمئة بالنسبة للمقاولة ذاتي الآن انتقل من خمسة بالمئة إلى صفر فاصل خمسة بالمئة مع أن تخفض عشر مرات لمساعدة لمرافقة هذه المؤسسات ليس فقط نساعدها لأنه دورها مهم جدا لمرافقة كثير من المؤسسات لإيجاد حلول بالنسبة لمشاكل طبعا المؤسسات لإيجاد نمو سريع بالنسبة للمؤسسات فقط أنه النقطة السلبية اللي موجودة ضرورة أنه طبعا مجلس تسجيد الجزرية مبادرة حية مهمة جدا لتقرب خاصة بالنسبة لهذه الكفوات وهذه الكفوات الشابة من خلال تفعيل هذه المشاريع لأنه شفنا تقريبا المدلسة لسنوات منذ أسسنا إلى وزارة مرتبطة بالمؤسسات الناشية وعطينا أكثر حركية وحتى بالنسبة لقطاع التعليم العالي شفنا مبادرات خيرة المراحل السابقة سواء بالنسبة ل دور المقاولاتية اللي موجودة في الجامعة أو بالنسبة ل المؤسسات الناشية اللي تقريبا ولا كل البرامج في مجمل تخصصات حتى الجانب طبعا العلوم الاجتماعية وبعض كذلك العلوم ضروري أنه وجود مجال بالنسبة ل إنشاء هذه المؤسسات طبعا الناشية وكذلك المقاولاتي اللي أنه المقاولاتية مهمة جدا لأنه كثير من دول تعتمد على دور المقاولاتية في تفعيل طبعا هذه التروة لأنه لما نشوف المقاولاتية تعتمد على قضية الإبداع تعتمد على قضية التكوين تعتمد على قضية المرافقة في البداية وفي الأخير يمكن أنه ندرج طبعا مؤسسة أو مقاولة في تخصصات حسب الفرص المتكوينة لأنه هناك طبعا قطاعات وزارية خلينا قلها غير مستغلة قريبا تماما كيف يمكن مثلا إيجاد حلول بالنسبة لصناتراك مثلا بالنسبة لهذه المؤسسات أو بالنسبة للمشتاقات بالنسبة لصناتراك في المراحل القدمة نشفنا أنه الشريط يحكي على كثير من المؤسسات واللي طبعا دارت شاركة مع صناتراك وحتى بالنسبة لي مؤسسات أخرى نظن أنه الفكر موجود بالنسبة لي الجزائري أنا اليوم كنت مع طالبات قريبا صغيرة تقريبا جدا ولكن عندها إبداع في حفظ المنتوجات بطريقة طبيعية وتحتمد على تحتمد على مواد طبيعية فضلات طبيعية حتى بالنسبة لي حتى الجانب الفلاحي والجانب طبعا المواد الاستراتيجية بالنسبة لي صناعة الغذائية مع أنتها هناك فكر مقوالتي وهناك طبعا فكر بالنسبة لي لمؤسسات الجامعية ومؤسسات النشاة اللي موجودة في الجامعة فقط لازم دور القطاع الخاص لأنه من غير المنطق أن السلطات العمومية تبقى تعتمد على قضية التمويل في كل مشاريع ينبغي تضاف الجهود بين القطاعات هذه والقطاع الخاص ينبغي على القطاع الخاص هو اللي توجه تبعا للجامعة إلى مراكز البحث باش يعطوه له حلول لأنه هذه الحلول رغم أنه قيمة النفقة تكون عادية بسيطة جدا ولكن يعطوه حلول بالنسبة للمؤسسة وين معدلة تنمو رح ترتفع بسرعة بكثرة وحتى الأرباح رح يدخل أرباح كبيرة فقط أنه لما نحكو على منظومة مقاولتية أكيد أنه المدخلة تنتاحة وحتى بالنسبة لي تخفيض بالنسبة للتكلفة تقريبا مقاولة ربعين باليمين مقاولة مع المؤسسات الأخرى أو مع المقاولة الأخرى نظن أنه استراتيجية وطنية موجودة دعم مالي موجود ننتظر أنه حركية بالنسبة للقطاع الخاص في أولولوج يبقى مسألة الاندماج أو إدماج الأصحاب المؤسسات الناشئة في القطاع العمومي أو القطاع الخاص مع منحهم صفقات في هذا المجال أكيد منحهم صفقات وكذلك طبعا لأنه من بين النقاط التي كنت مع طالب اليوم قلت لأنك مشكلية تسويق التعريف بهذه المجهودات لأنه لما تسمع المشروع عن التاح طبعا هو مشروع والمشروع طبعا كل المشاريع هي مشاريع مهمة جدا ورح تحدث طفرة بالنسبة لي للمؤسسة تعطي حلول بالنسبة لي للمؤسسة تعطي طريقة نموم متسارعة بالنسبة لي للمؤسسة ولكن انغلاق المؤسسات بكل صراحة انغلاق المؤسسات سواء كانت المؤسسات خاصة ولا حتى عمومية ولكن شفنا أنه مبادرة طبعا مهمة اليوم وطبعا كانت مباركة من طرف السيدة الجمهورية اللي أعطاها دفع بالنسبة لي هذه المؤسسات ودور المقاولات في المراحل القادمة نظن أنه رح نشوف كثير من الإيجابيات ورح نشوف كثير من الحركية بالنسبة لي قطع التعليم العالي قطع تلكوين وحتى بالنسبة لي قطاعات العمومية الأخرى لأنه لا متاح فقط بالنسبة لي قطع تعليم العالي لا نحكو عن المقاولات ممكن تكون خارج قطع تعليم عالي ممكن تكون لشباب أخرين وممكن طبعا غير متعلمين ولكن عندهم إبداع عندهم أفكار عندهم حلول بالنسبة للمنظمة أقصدية أثرت نقطة مهمة للأستاذ تغيرسي في مسألة التسويق لا تتقد أن هنا دور التسويق الإعلامي والتسويق عبر شبكات التواصل حول أفكار ونجاحات لهؤلاء الطلبة ببراءات اختراع وبأطروحات للدكتورة مختلفة في هذا الجانب نعم قلت لك أنه لما نشوف المقاولة الذاتية مهم جدا لأنه مقاولة الذاتية مع أنها قضية تسويق في السوق الموازية تسويق للمنتجات وقضية عملية تجارية موجودة في السوق الموازية لحماية هؤلاء طبعا تجار وطلبة وكفاءة تنتعنا قانون مهم جدا لتقريبا يفرض عليهم رسم بسيط جدا وهو 0.5% طبعا ويعطيهم أكثر حرية ويعطيهم أكثر حماية لأنه اللي موجود في السوق الموازية ما وش محمي نظن أنه بتوفير هذه القوانين وهذه تشريعات بالنسبة لهذه الفئة المهمة جدا خلينا نقول لك أنه تقريبا كلنا نتسوق من طريق الانترنت ولكن هل هذا الانترنت عنده عنصر لمراقبة عنصر لمراقبة الجودة عنصر لمراقبة وبترين أنه المراحل قدمة ينبغي تسوي طبعا كل هذه الأمور واستقطاب هذه الفئة المهمة جدا جميل هناك ربما تخوفات من طرف الطلبة أستاذ غرسي لدخول مجال الشغل ودخول هذه النجاحات فيما يخص أصحاب براءة اختراع وأصحاب المشاريع خاصة مسائل التمويل ربما هنا تتضح الرؤية في بحث الدولة عن المقاول الذاتي وبحث عن تمويلات متنوعة حتى يضع مشروعه في السكة الصحيحة لنجاحات اقتصادية ولتقديم قيمة مضافة في الاقتصاد الجزائري أنا شوف لما نشوف الأموال موجودة الحمد لله بداية أموال مرصودة لما نشوف أنه مليار طبعا تقريبا دينار على مستوى كل ولاية وهو تقريبا 58 مليار 58 مليار مع أن تبلغت الدولار هي نصف مليار دولار موجهة مباشرة لمرافقة هذه المؤساسات إلى جانب صندوق تعلانات كذلك هو أموال كبيرة نظن هناك عمل كبير وستراتيجية في المراحل القادمة بالتوازي مع قطاع تعليم العالي والمؤسسات الناشئة وطبعا كما قال السيد الرجل موليا ينبغي التكاثف والتكامل بين قطاعات الوزرية لأنه نعمل كلنا في صالح العام لتنمية الإمكانية الوطنية تنمية المؤسسات الوطنية تنمية وخلق طبعا الثروة إذن يجب أن يكون هذا التكمل قطاع تكون مهني قطاع تعليم العالي قطاع هناك حلقة ضرورية أستاذ وريتي غرسي بالنسبة العديد من وزارات الاندماج في هذا في نجاح هذه المشاريع نعم بنفس المنطق السيد الرجل مولي كان يركز النقطة مهمة جدا فيما يخص التكامل بين كل قطاع لأنه لما نشوف قطاع مثلا قطاع فلاحي لا يمكن أن يسير هذا القطاع وحدي مع أنه يحتاج إلى قطاع الري يحتاج إلى قطاع طاقة يحتاج إلى قطاع النقل يحتاج إلى قطاع طبعا حتى بالنسبة للبريد والمواصلات يحتاج إلى المؤسسات النشئة يحتاج طبعا إلى كل المؤسسات يمكن أن تندمج في العملية لكي تخرجنا في الأخير الثروة بنفس المنطق هذه هي المؤسسات نحتاج إلى دور طبعا السوق المالي كيف يمكن أن نبرز ونعرض هذه المنتوجات اللي موجودة اليوم كيف يمكن أن نزمج لأنه فكرة أساسية مهمة جدا نخلق الثروة كيف يمكن أن نسوق لهذا المنتوج بدخوله طبعا إلى السوق المالي واكتساب كثير طبعا من الشركاء وأسهم بالنسبة لي أنه نعتبرها لما يشوف عندك براءة اقتراع نعتبرها طبعا هو منتوج مهم جدا فقط نفعله في أرض الواقع الأرباح نضمونها كيف يمكن أن نحسن مناخ الإصمار مهم جدا الكلام على تحسين مناخ الإصمار لما نحكو على تحسين مناخ الإصمار نحكو لها طبعا دور البنوك نحسو نحكو على ومولفها حتى البنوك هي طبعا هي مستثمر كيف يمكن أنه تسايم في العملية كذلك حتى لقطاع الضرائب سيدة جمهوري هذا قرار مهم جدا في تدنيئة وتخفيض تكاليف كثير من الموجود الأساسية والألغاء بعد الرسوم اللي هو لما نحكو الرسم على النشاط المهني اللي كان عبء كبير بالنسبة للمستثمة بنفس المنطب كيف ينؤسس إلى منظومة مرافقة نظن أنه عمل كبير كان موجود في الأسبوع الماضي بالنسبة لوزيرة طبعا الرقمنا من خلال الجلسات قريبا 15 اللقاء كان موجود لداخل هدف منه وكيف يمكن معالجة كل النقاط لتتحكم فيق عملية الرقم أنا نظن أنه هناك استراتيجية متكاملة ينبغي ومباركة سيدة رئيس نظن اليوم هو كيف يمكن تحقيق الانسجان بين هذا الفكر بين طبعا هذه المقاولة بين طبعا هذه المؤسسات النشعة بين قطع خاصة القطع الخاص والمؤسسات الكبرى اللي كانت موجودة في هذا اللقاء ربما هذه الرشاة ستساعد كذلك أستاذ واري تغرسي من طرف مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري باحتكاك رجال الأعمال مع أصحاب البراءات الاختراع وأصحاب المشاريع لا تعتقد الآن تغيرت هذه المنتقيات بمنتقيات موضوعية وبناءة ولقاءات تهدف لتقريب صاحب المؤسسة أو صاحب المؤسسة النشعة أو صاحب براءة اقتراع من رجال الأعمال في القطع الخاص تخوف كان من طرفين من طرف الأول خاصة رجال الأعمال ربما ما عندهش ثقة بالنسبة للمؤسسة ولكن لما يشوف لأنه تقريبا عمل جديد لأنه نحن دولة ناشية في الجانب هذا تقريبا ثلاث سنوات نظن أنه مبادرة ملتقية يقدر يعرف نوعية طبعا هذه المؤسسات النشعة وماذا تقدم له المؤسسات النشعة حتى بالنسبة لطالب اللي عنده مؤسسة النشعة واللي عنده بارة اقتراع واللي عنده حلول بالنسبة لمنظومة اقتراع ما كانش عايش في السوق لأنه ما عرفش السوق للإمكانيات نظن أنه بلقاءة مثل هذه رح نشوفه لأنه مش فقط على المستوى المركزي ولكن شفنا كثير من لقاءة ندار في ولاية من بينها ولاية طبعا بومرداس لأنه شفنا حرقة كبيرة كذلك بالنسبة لولاية بومرداس لأول مرة نشوف المؤسسات طبعا الخاصة والعمومية يشاركوا في بدلا نخرج من العاصمة الجزائرين والمدن الداخلية والمدن الساحلية كذلك نعم هنا قلنا أنه الحاجة الموجودة في الجزير والتي تمتاز بها الجزير تنوى طبعا تضاريس تنوى الإمكانيات لما نشوفه نفس الفكرة ونحملها مباشرة في منيعة تختلف فكرة المؤسسة الناس من منطقة نعم بالفعل تختلف طبعا من منطقة لأخرى نحكو على منيعة ونحكو على المنطقة الصحراوية مثلا وشفنا المدارس العليا الفلاحة الصحراوية مثلا تعطينا حلول بالنسبة لي أنا شفت ملتقة في واتسوف شفت مستوى طبعا مستوى هراقي بالنسبة لي هذه الطلبة ممكن للمراحل قدما يعطونا حلول مهمة جدا بالنسبة لي التسريع طبعا خلق الثروة بالنسبة لي أنه لما نحكو المسار نحكو على الانتاج الفلاحي والمسار الفلاحي تقريبا عنها خلينا نقولك عشرات من المنتاجات لما نحكو على قضية سقي فرد فقط عندك حلول متعددة لما نحكو على قضية الدرون مثلا عندك حلول متعددة لما نحكو على قضية طبعا الزرع عندك حلول متعددة وبترينه رح تكون مختلفة من منطقة إلى منطقة أخرى وتعطي حلول بالنسبة لي خلق الثروة في الوزارة من خلال فقط أنه بين قوسين ضرورة أن تكون استراتيجية وزرية من خلال برامج من خلال مخططات بالنسبة لهذه الوزارات مخطط خلق المؤسس ماذا توريد ماذا توريد هذا القطاع الوزاري أو ماذا يريد الأهداف انتاعي في المراحل القدمة وتكون طبعا شفافية في منحص هذه الأهداف رح ترطينا أكثر حلول وتوجه ورؤية بالنسبة للمؤسسة وبالنسبة للجامعة وبالنسبة للمؤسسة الناشية وبالنسبة للمقاولة في الجامعة شكرا الأستاذ واري تغرسي كنت معنا في النشرة الاقتصادية إذن نواصل نشرتنا حيث خلال لقائه بمقر سفارة الجزائر بلندن مع مجموعة من المتعاملين الاقتصاديين ورجل الأعمال البريطانيين الأعضاء في مجلس الأعمال الجزائري البريطاني قدم وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عرضا حول مقومات الاستثمار في الجزائر وأهم محاور السياسة الاقتصادية في مجل تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية سجلها الاقتصاد الجزائري في سياق تفعيل الإصلاحات الاقتصادية التي بادر بها رئيس تبون ومسلطا الضوء في ذات السياق عن المزايا التفاضلية العديدة التي تتمتع بها الجزائر أدعوكم لاغتنام الفرصة التجارية الجديدة في الجزائر التي ظهرت نتيجة تنفيذ مختلف الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها الرئيس عبد المجيد تبون أدعوكم إلى مواصلة استكشاف الإمكانات التجارية الهائلة فيها وأن تكون القوة الدافعة لهذه الشراكة الاقتصادية الواعدة بين بلدين الصديقين أدعوكم إلى تجديد ثقتكم في بلد يطلق العنان لإمكاناته الكاملة لكي يصبح لاعبا ذا مصداقية ويمكن الاعتماد عليه في الاقتصاد العالمي الاستثمار في الجزائر يعني الرهان بأمان على أرض مليئة بالإمكانيات والوعود واستشهد عطاف خلال لقائه برجال الأعمال البريطانيين بتقارير المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية التي أشهدت بمرونة الاقتصاد الجزائري في مواجهة الصدمات الخارجية تشهد هذه الأرقام على الصحة الاقتصادية والمالية السليمة للبلاد وقد تم الاعتراف بها والإبلاغ عنها من قبل المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي الذي أشهد بشكل خاص بمرونة الاقتصاد الجزائري في مواجهة الصدمات الخارجية ويأتي هذا الأداء الاقتصادي المشجع إلى حد كبير نتيجة للإصلاحات الهامة التي قامت بها الحكومة الجزائرية لبناء مناخ أعمال ودود يتماشى مع تطلعات المستثمرين الأجانب شرعت الحكومة في انتهاج سياسة طموحة لتحفيز الاستثمار الخاص والأجنبي لا سيما من خلال قانون جديد بشأن المحروقات تم اعتمده في عام 2019 والرفع الجزئي للقيود المفروضة على المساهمة الأجنبية اعتبارا من عام 2020 وقانون الاستثمار الجديد المعتمد عام 2022 انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس مع استعاب المستثمرين بيانات المخزونة الأمريكية التي أشارت إلى زيادة إمدادات البلاد من الذهب الأسود بالتزامن مع ومخاوف نقص الطلب الصيني أهبطت أسعار العقود الآجلة لخام برانت القياسي تسليم شهر جانبي بنسبة 0.63% إلى 80 دولار فاصلة 67 سنة للبرميل وترجعت أسعار العقود الآجلة لخام نايماكس الأمريكي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.72% مسجلة 76 دولار فاصلة 11 سنة للبرميل أرسلت وزارة الخزارة الأمريكية سلسلة إختارات مفاجئة إلى شركات ناقلة النفط بشأن انتهاك محتمل لسقف السعر الذي فرضته مجموعة دول السبع على شحنات النفط الروسي وتضمنت الإختارات تحضيرا بأن عدم الامتثال للتحقيق بالشكل المناسب قد يعرض مرتكبه لعقوبة السجن الإختارات التي أرسلها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأسبوع الماضي يمثل تغيرا واضحا في نظرة الجهات التنظيمية في واشنطن اتبنت الولايات المتحدة وحلفاؤها نهجا متساهلا في تطبيق سقف السعر فيما مضى اقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر على استيراد الألماس وغازات النفط المسيلة من روسيا في حزمة عقوبات جديدة على خلفية الحرب في أوكرانيا وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس وتشمل العقوبات إجراءات تهدف لمنع روسيا من الالتفاف على السقف المحدد لأسعار النفط ويتعين على بلدان الاتحاد الأوروبي الموافقة على الحزمة بالإجماع إن الصين لا ترهن أبدا على الولايات المتحدة لتخسر لا تتدخل أبدا في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة وليس لديها أي نية لتحدي الولايات المتحدة أو استيبدالها وترحب الصين بالولايات المتحدة الواثقة والمنفتحة والنامية والمزدهرة وبالمثل لا ينبغي للولايات المتحدة أن تراهن على خسارة الصين وأن تمتنع عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين وينبغي أن نرحب بصين مسالمة ومستقرة ومزدهرة كان هذا تصريح الرئيس الصيني شين جينج مين على هامش لقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن في سان فرانسيسكو في كاليفورنيا في الولايات المتحدة نعود إلى رئيس الصيني حيث قال رئيس الصيني شين جين بينج إن بيكين مستعدة لتكون شركة وصديقة للولايات المتحدة مشددا على أن هناك مجال كبير للتعاون الثنائي وأكد شي في سان فرانسيسكو خلال لقائه مسؤولين ورجال أعمال أمريكيين على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أبيك قال إن الصين لديها رغبة في أن تكون شريكا وصديقا للولايات المتحدة داعيا بالمقابل إلى ضرورة امتناعها عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين وعدم المراهنة على خسارتها ختم ناشرة الاقتصادية يمكنكم متابعتنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء اشتركوا في القناة